مرحبا رح نكمل اليوم بشابتر 1 رح ننهي شابتر 1 ان شاء الله رح ناخد كمان مثال على التابولر اناليسيز اللي احنا عملنا زي المحاضرة المادية ان نشوف الافكت of accounting or financial transactions على الاكسباند اكاونتنج اكويجن بس نخلص حل السؤال رح نلعب الجيم على كهود زي ما اتفقنا فالليه لسا مشي منزل الاب بنزله او فيك بدون ما تنزل الاب انك تلعب معانا دكتورة بس انا هلا دخلت ايش فيه مش فاهمي ايش اصدك ايش فيه لا انو اسمعت ايش اي اف او اه انا حكيتنا المحاضرتين الماضيات انو بدنا نلعب لعبي على كهود اللي حابب يلعب معانا فيه كوز على كهود بالانترير اللي حابب يلعب معانا طيب اه تمام اذا فيه ايش تاني لا تمام شكرا طيب اه فيه عندي كمان مثال نتذكي المثال اللي حلينا المرة الماضية على financial transactions صاروا بشركة في عندي شركة اسمها فيرامي corporation هي public accounting firm يعني هي شركة بتأدي services accounting وزي ما قلتلك دائما مهم انك تطلع على طبيعة نشاط الشركة لتعرف sources of revenue وتميز بينهم بين ال expenses باي شركة فلو انت اجيت انا حكيت لك احنا كشركة we filed tax return for a client معناته هاي السيربوس اللي احنا منزل بيها حيوات بسطورة ايش ما بلشت مش ساما ايش حكيتي ما سمعت ليش اللي ما بلش مش عارفة شو اللي صار anyway فاذا انا شركة عملت tax return مثلا لكلاينت عندي this is the source of revenue بكون انا I generated revenue اذا مثلا حكيت لك عملت accounting or auditing services معناته انا بكون generated revenue من هاي السيربوسيز فعشان هيك دائما مهم اني انا اطلع شو طبيعة نشاط الشركة تبعيتي اوكي هلا في عندي transaction لشهر اوغست طالب مني to prepare a tabular analysis which shows the effect of these transactions on the expanded accounting equation يعني زي ما عملنا بالسؤال الماضي بدي اشوف كل transaction واحلل الاثر تبعه على خلينا نمشي فيهم transaction transaction انا رح احل اول واحد لكن بعدين انتو تحلولي الباقيين the company issued ordinary shares for twenty five thousand dollar cash انا كالشركة بصدر اسهم مقابل انو الشيرهولدرز يجي يعطوني cash اوكي هون اعطوني cash الشيرهولدر بيجي الشيرهولدرز بيعطوني cash انا بالمقابل شو بصدر لهم بصدر لهم اسهم الي هو انا فعليا الownership تبعيتي الcorporation بتكون divided into shares فلما انا اصدر اسهم فعليا شو بصير بالشيرهولدرز تبعي الي هو احد الاكاونت تبعوني الايكوتي بتزيد عندي بالشركة بالمقابل كمان الكاش تبعي الشركة رح يزيد لانو الشيرهولدرز هدول يجوا اخدوا من البرسونال اكاونت تبعهم او وطبا من وين يجوا جابوا مساري وحطوها عندي في الشركة انا انتقلت من اني انا ما عندي مصاري بالشركة لانو انا عندي خمسة وعشرين الف دالر اوكي ايا نادين بدك اسأل لا دكتورة بس صوتك راح شوي ورجع بس ما فيش اي سؤال اوكي رجع هلا تمام الامور انا تمام الواضح اوكي شو التأثير اللي رح يكون عندي رح يكون عندي الكاش زاد بخمسة وعشرين الف فبليز ضلكم متذكرين انو احنا منشتغل حسابات الشركة اللي هي الاكاونتينج فرم اللي اسمها تماري منعرف شو اسمها فانا ما خصني تصير تحكيلي تموهو الشير هولدرز قل الكاش اللي محهم انا ما بعمل الاكاونت تابون الشير هولدرز انا قاعد بعمل اكاونت الشركة فالكاش اللي بالشركة زاد فانا رح احكي بلس خمسة وعشرين الف بالكاش بالمقابل رأس مال الشركة اللي على شكل اسهم برضو رح يزيد لانو انا اي اشد نيو شيرز بقيمة خمسة وعشرين الف يعني لتسي انو انا السهم الواحد قيمته عندي وان دولار فبقول انا اصدرت خمسة وعشرين الف سهم اوكي تمام فحد عنده سؤال طيب احنا شرحناها بالتفصيل المحاضرة الماضية حدا عنده سؤال ع اول ترانز اكشن طيب الترانز اكشن الثاني The company purchased seven thousand dollar of office equipment on credit مين يجاوب لي اياها مين يعمل لي analysis اي اناديم تفضل اي اناديم تفضل اي اه انا دكتور بحكي انو الشركة شترات 7000 اوكيوبمنت يعني اوكيوبمنت رح تدية 7000 بس هون بحكيلك on credit يعني مش من الكاش رح يخص من الاكاونت الخيادة اكسلنت يا نديم اكسلنت بالظبط انا الاكيوبمنت طبعا حلنا مثل هالمرة الماضي كانت الاكيوبمنت مشتراه كاش وحلنا واحدة السبلايز كانت السبلايز مشتراه on credit فنفس الفكرة هون انا اشتريت ايكوبمنت ما تنسوا انو الاكوبمنت هي اي معدات في الشركة هي مملوكة للشركة صارت لاني اشتريتها واكسبكتب تيينت فيوتر بنيفت معناته هي اساتس عندي بالشركة بحطها بالكاتيجوري الاكاونت اللي اسمه اكوبمنت فرح يزيد عندي الاكوبمنت ب7000 وبالمقابل بما اني ما دفعت هون كاش انا فعليا نضلوا دين علي احنا التزامات الشركة او ديون الشركة منسجلها بحسابات الليابيليتيز وبالذات منسجلها بجنرال اكاونت اسمه اكاونت بيبل دلكم متذكرين اني انا حكيت لك كل الالتزامات الشركة عادة احنا احنا بتسجلها بالاكاونت سبيبل انلس اجا حكالي انه انا اي سايند ابروميسياري نوت معناته بصير اسمها نوت سبيبل اذا المصاريف اللي تفصل الالتزامات تابعونها فقط السلاريز الانترست والتاكس لغيات اكاونتينج وان هدول هم اللي رح تحطهم باسمهم يعني تاكس بيبل او انترست بيبل او سلاريز اندويجز بيبل اوكي عادة هيك اي ديون عالشركة سواء انا اشتريت اسد وما دفعتهم او استحق علي رح تسجلهم بالجنرال ليابلتي اكاونت اللي اسمه اكاونت بيبل اللي هو حساب الليابلتي الرئيسي تبعي اوكي طيب اللي بعديها the company received 8000 dollar cash in exchange for services per phone طبعا برجع بأكد ان انا لما احكي dollar مش قصدي بدي تحول من يورو لdollar او العكس انا فقط دار جعل ثاني كلمة dollar احنا ما مطلب منك تعمل currency translation ايا محمد فيك تجاوبها احنا بنحطهم بالrevenue صاف اوكي و بنزيد الكاش كمان ثمانية اكسلنت بالظبط يا محمد احنا we provided service لاحظ حكيلي for services performed performed provided work done كل هاي بديلني انه my obligation is satisfied معناته انا بقدر to record the revenue تبعي كشركة لانه revenue is earned اوكي فمع عشان هيك محمد راح سجللنا بالrevenue plus 8000 ال next step اللي عملها محمد انه تطلع هل الكاستمر دفع لي كاش اذا دفع لي كاش زي هاي الحال اللي عندي الكاش تبع الشركة راح يزيد فحكى علي plus 8000 بالكاش لو ما كان دافع لي الكاستمر كاش كان انا كنت راح اسجلهم دين على الكاستمر اللي هو بتسجل بالاكاونت receivable اوكي لاحظين احنا اكم مرة قاعدين بنكرر نفس المعلومات انت اصلا راح توصل لمرحلة راح تزهق اشي اسمه earned وشي اسمه revenue قد ما انا بعيد وبزيد بنفس المعلومة انا بحب تطلع عندي من المحاضرة فاهم وحافظ يعني انت اصلا باكاونتينج عندي مش مضطر تعمل افورت بالمادة لدراسة كتير لاني انا بضني اعيد وازيد بنفس المعلومة لدرجة انت بتزهقها قد ما راح تسمحها بس انا بضني اكرر المعلومات المهمة مش اي معلومة المعلومات البيسيكس اللي احنا بدنا نبني عليهم شغلنا اوكي اوكي ترانزاكشن اتفضلي هلا هون ليه مو حطين accounts receivable بس انو accounts payable اكسلنتي question ليه ما احنا حاطين account receivable because we don't need it لانو احنا فعليا مش بيعين on credit هلا احنا بالشركات we only report accounts اللي احنا we use يعني افرضي انا كشركة ما عندي account receivable ما ببيع بدين كل ما بيعاتي نقدية كل ما بيعاتي cash فانا ما عندي حساب اسمه account receivable ليه انا تريبورت حساب اسمه account receivable احط البانانس تبعه zero ليش انا اروح احط building و land و vehicles انا فعليا ما عندي صفيت انا i will provide too much information لاليوزر he don't need يعني ليش انا احط له عشرين حساب ارصدتهم zero بعدين احط له الكاش والاكوبمنت بس بالارصده تبعيتهم بما انه فقط انا عندي cash equipment هي الاسست اللي موجودة عندي خلاص i will only report الكاش والاكوبمنت ما في داعي to report other types of assets اللي هي ممكن طبعا احنا منعطيكم قاعدين ابسط الاشكال انا ممكن يكون عندي 100 accounts of assets بالشركات حسب قديش انت الترانز اكشن عندك complicated ليش انا تريبورت تسعين حساب ارصدتهم zero هيك انا يعني i will confuse the reader i will confuse the financial statement user فانا i only report الاكاونت اللي لهم balance عندي اللي انا قاعدة بستختمهم اذا انا ما عندي supplies i will not report the supplies طبعا في الشركة عالتا ما عندها supplies بس هم مرات لغيات تصغير السؤال بحطلك انه بس عندي 5 transactions اذا انا ما عندي notes payable ما بحط notes payable اذا انا بس فقط عندي اكاونت payable اوكي اذا انا مش موزعة dividends I don't need to report dividends zero خلص ما بحطها اتفقنا ف I only report الاكاونت اللي I used الاكاونت اللي عليهم transactions اتفقنا طيب اربعة احنا حلينا ثلاث صح اربعة the company paid $850 for this month rent مين حلها؟ اه تفضل اه تفضل هلا هاين امبر 4 بتكون 800 مينس 800 عند الكاش و مينس كمان 800 عند الاكسبنس اوكي 850 اكسلن افن 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 بوضلي من الكاش 850 و بالمقابل الاكسبنس تبقوني زادوا زادوا مش قالوا صار عندي انا rent expense بقيمة 850 But because انو the increase in expenses will cause the equity to decrease انا رحت حطيتها منوس كم مره انا صرت مأكدة ع نفس المعلومة مش انو الاكسبنس قلت زي ما الكاش قل الكاش قل لكن المينس هاي لا تعني إنه الإكسبنس قلت تعني إنه أنا قاعدة بعمل أناليسز لهاي للترانز أكشن على الأكاونتنج إكويجن اللي بتحكي لي أسات بتساوي ليابلتز بلس إيكوتي فأنا I need to see the effect of this transaction على الإيكوتي فالإنكريز إن دا إكسبنس will cause the إيكوتي to decrease عشان هيك أنا رحت حطيت مينس لأنه أنا am analyzing the effect of this transaction على الأكاونتنج إكويجن بما فيها الإيكوتي تفقنا؟ المعلومة ستتكررها أكتر من مرة أنا فما بدي حدا يحكي لي الإكسبنس is decreased عشان هيك أنا حطيتها مينس This is not correct. الإكسبنس is increased بس لأنها الإكسبنس will cause the إيكوتي to decrease أنا حطيتها مينس واضح كلامي؟ نفس الشيء الديبدنس طبعا طب حدا عنده سؤال عليها دكتورة طب مثلا لو حكى مش إنه paid already لو حكى إنه على الكمبني لازم تدفع أجار Yes it's incurred بس هم ما دفعوا اللي رح يختلف عندي still expenses رح تضلها minus 850 because the expense is incurred according to the expense recognition principle we record the expenses when it's incurred when it's due علينا صح؟ لكن اللي رح يفرق معي الطرف الثاني بيبطل عندي كاش سالب 850 لما أنا يصير علي expense مستحقه أنا ما أدفعه بيصير التزام على الشركة بيصير دين والتزامات وديون الشركة وين اتفقنا أنها بتتسجل؟ باللايب بالضبط فبتصير account payable فرح تصير سالب 850 expense وplus 850 بالaccount payable لأنه ديون الشركة زادت تمام؟ تمام يا سلمة دكتورة أهلا حدا عنده كمان سؤال؟ طب الـ next question آخر واحد واللي هو أنا حكيت لكم دائما رح يعطي لك بنفس الطريقة لأنه إحنا only منعطيك dividends على شكل كاش مين يجاوب لي يا؟ آية نديم أو إذا نديم جاوب مين الصبية؟ إذا في حدا ما جاوب رافع إيده يجاوب محمد كمان جاوب إي حدا ما جاوب قبل هيك وبدو يجاوب؟ آية ديالة تفضلي دكتورة عندي الـ dividends من حط minus 1,000 وعندي لكاش minus 1,000 إكسلنت نفس الفكرة الـ dividends عندي زادت لكن هي لأنها مطروحة من الإيكوتي أنا حطيت minus وعندي لأني وزعت كاش ومسكت من كاش الشركة ووزعته على الشيرهولدرز فالكاش تبع الشركة قلب صار قلبي ألف دينار بعد ما خلصت كل الترانز اكشنز فعليا بدي أجمع الأرصده تبعوني باجي بقول الـ assets متلا ما ببلش فيهم واحد واحد الكاش 25 plus 8,000 plus minus 850 minus 1,000 بطلع عندي 31,150 الإكوب منت ما عليها إلا حركة واحدة بسبع آلاف الأكاونت بابل الشير كابيتل والتمن آلاف وهون عندي 850 وهون عندي ألف بجمع الأرصده بعدين بتأكد إنه total accounts اللي بالـ assets مجموحهم بطابق total accounts اللي بالـ liabilities plus equity بس make sure إنك ما تنسى إنه expenses with dividends deducted يعني بتترحهم مش بتجمعهم الـ assets الجانب اللي على شمال ساوى عندي الجانب اللي على اليمين اللي هو liabilities plus equity معناته شغلي مبدئيا صحيح لكن هذا لا يعني إنه شغلي صحيح مية بالمية فقط يعني إني أنا حافظت على البالنس تبع الـ accounting equation إنها still الجهة اليمين بتساوي الجهة الشمال لكن ممكن أكون أنا أخذ غلطان أخطاء ما أثرت على البالنس تبع الـ equation مثل إنه مثلا أنا لما اشتريت equipment آية كرم تفضل دكتورة بدي أسألك شغلي هلأ لو مثلا الـ company عندها 10 share holders وكل واحد إنه أعطتوا الـ company 1,000 dividend مش بق إنه بحسب إنه هم 10 share holders فأنا هيك عم بنقص 10,000 مش 1,000 نعم بس هل هو حكالي بالسؤال إنه أنا عندي 10 share holders أنا أعطيت لكل واحد ألف؟ لا إنه عم بحكي إنه example لو سؤال آه بالزبط هلأ الأسئلة ياب تعطيك المبلغ لمصا كامل قديش أنا وزعته الـ share holders حكالي أنا أعطيت ألف للـ share holders طبعوني كلهم يعني أو ممكن إنه يجي يحكي لي أنا عندي 10 share holders زي المثال اللي أنت ضربتي عندي 10 share holders وكل share holders أنا بدي أعطيه 1,000 دينار باجي بقول 10 ضرب 1,000 بطلع عندي الـ dividends مقدارها 10-3 أو ممكن أنا أجي أعطيكي إحنا لأنه عادة أنا منعطي مش على share holders لأنه ممكن أنا ك share holder أكون عندي 100 سهم وإنتي عندك ألف سهم فمش منطق أنا أخذ قدك فإحنا عادة منوزع بناء على الأسهم نيجي بنحكي كل سهم بيستحق مثلا دينار أو كل سهم بيستحق عشق روش أو كل سهم بيستحق 5 دينار فإنتي بتيجي بتشوفي أكم سهم في عندك بالشركة لتسي أنا عندي 100 ألف سهم وكل سهم بدي أعطيه دينارين باجي بوزع dividends اللي هو 2 ضرب 100 ألف سهم باجي بوزع dividends بقيمة 200 ألف دلال فإتسا قد كوشين ممكن يجيكي السؤال بهايسي غزكروني أجيبه لكم إياه أوتي تمام حدا عنده سؤال تاني طيب بعد ما إحنا جمعنا وتأكدنا أنه الطرف اليمين بساوي الطرف الشمال عندي still هذا لا يعني أنه شغلي 100 بالمية صح ممكن أنا لما مثلا اشتريت الإكوبمنت ما سجلتهم إكوبمنت سجلتهم سبلايس still accounting equation still be balanced لأنه أنا بدل الإكوبمنت سجلتهم سبلايس they are both assets وزادوا بسبع آلاف بس أنا بدل ما أسجل إكوبمنت سجلت سبلايس which is wrong لكن still accounting equation ضلت balanced عندي ممكن أنا مثلا مع transaction رقم ثلاث كل ما سجلته نسيت أسجله حذفته بالغلط still accounting equation رح تضلها balanced لأنه كل transaction ما تسجل فلكن مش معناته أنه شغلي صح لأنه لازم هذا الترانز أكشن كان يتسجل أو ممكن أنا أعمل duplication مثلا ترانز أكشن أربعة أكون سجلته مرتين بالغلط فكتير أنا ممكن أكون عاملي errors still accounting equation تكون عندي balanced يعني it's a good check أنك أنت تتأكد أنه accounting equation is balanced عندك لكن هذا لا يعني أنه خلص أنه أمورك 100 بالمية لا still ممكن يكون في عندك errors بدل مثلا ما أنت سجلت آخر ترانز أكشن بألف دلار ممكن أنت غلطت وسجلته بمية دينار نسيت سفر still رح يضل balanced لأنه الجهتين زادوا بمية لكن أنت فعليا موزع dividends ألف مش مية لما تيجي تجرد المصاري اللي عندك رح تلاقي فيه عندك فرقة 900 دينار فا اوكي انتفقنا هدا عندو سؤال علي أاخدناه دايب إذا ما حدا عندو سؤال إحنا هيك بنكون عنهينا تسابة 1 اللي عندك هلأ بهو الـ financial statement أنا ما بدي أشرحه هلا راح عملية الـ reporting بشرحها بعد ما نخلص عملية الـ recording رح أشرح لك يا ليتر أن مش معناته هاد الحكي محدوف معناته أنه رح نرجع له بعدين هيك أنا بكون أنهيت معكم بشابتر ون وبكرة رح نبلش إن شاء الله بعملية الريكوردنج بشابتر 2 رح نزلتكم فقط سؤال واحد على الإي ليرنين إذا بتحبوا تحلوا It's up to you إنك تحلوا أو لا It's not a homework أنا مش طالبة منك حل إذا أنت بدك تتدرب عليه سؤال بيعطيك برضو بتطالب منك تعمل analysis على accounting equation زي ما عملنا بآخر سؤالين أنا رح أحل معك السؤال لكن ما رح أحل له analysis رح أحل له recording بطابة 2 عشان أعمل recording أنا رح أعمل analysis بس مش زي هيك على accounting equation رح أجي أحكي لك الكاش زاد والشركة بتل زاد كيف I should record this يعني رح أعمل لك analysis شفوي وبعدين أعمل recording إنت بدك تعملوا tabular analysis زي هيك إعملوا مش حابب تحلوا It's up to you بس إذا حدا حابب يتدرب على حل الأسئلة أنا رح أنزل لكم اليوم إن شاء الله المساء سؤال على الإي learning طيب إحنا هيك أنا هنا تقطر خلينا نلعب الجيم مع بعض على كهوت إذا إنت مش منزل الأب أو ما عندك space نزل الأب استل بتقدر تلعب معنا just login على كهوت يعني روح على explorer تبعك تبع كهوت فوت على الويبتايت تبعهم بكتورة وjust click play لحظة سمعتك بس لحظة just click play وبعدين رح يطلب منك البين كود اللي أنا رح أعطيك إياه هلأ يعني أنت مش مضطر إنك تكون منزل الأب الشغلة الثانية اللي بدي أحكي لك إياها إنه أنا عندي على الشاشة هلأ على زي ما أنت هلأ شايف شاشتي رح تكون أنت شايف السؤال كامل السؤال مع أجوبته لكن على الموبايل تبعك إنت كبلاير رح تكون شايف فقط هيك الإجابات اللي هو أحمر أزرق أصفر أخضر بس بدون السؤال وبدون الإجابات عشان هيك أنا نصحتكم إنه افتحوا المحاضرة على الكمبيوتر أو على الآيباد أو أي إشي والحكوهن إلعب معنا على الموبايل تبعك عشان بس اختصار الوقت عشان إنت تجاوب بشكل أسرع لأنه إنت الأجوبة مش رح تكون طالعة معك فأحسن لك تكون عم تقرأها على الشاشة على اللابتوب مثلا وبعدين إذا إنت مثلا بدك تجاوب أول جواب اللي هو إدينتيفكيشن اللي لونه أحمر إنت بتروح جاست على موبايلك تكليك هادا اللون الأحمر على السري بس هذا اللي بدي أحكي لكم من إياه يلا I will give you few seconds to prepare yourself وتفتح الكهود بحكي إنه إسفلان تريل اللي بحبي يلعب بس بدك تكون عارف إنه طب فايف رح ياخدوا بونس علامتين فإتس أب تيو إنك إنت حابب تجرب حظك إنك تاخد العلامتين أولا دكتورة الجيم كود مش راضي يشتغل عندي لسه أنا ما حطيت الجيم كود من وين أنتو جبتوه اللي هو الجيم تاني هاي بحث لا 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 هاي قديمة هاي إشي قديم لا لا ما مش هادا هلا رح يتول جنريت نيو كود لكم انتو هلا فلا مش هلسه أنا ما عطيتكم الكود كي أنا لسه كنت عم بشرح لكم طيب الشباب اللي حابب بيلعب معانا فوت أزا ستودان طبعا زي ما حكيت لكم التوب فايف رح ياخدوا معنا بونس علامتين شملة كود هايو هاي طلع قدامكم 13670 بليز لما تفوت باليوزر نيم تبعك هلا بعد ما تحط الكود رح يقولك اعطيني اليوزر نيم حط اسم منطقي اوكي يعني حط اسمك ما تحط اللي لولو وصوسو ودارك انجل ومش عارف ايش عشان ازا انت طلعت من التوب فايف بدي اطبع الكشف عشان احطه بال عشان اتحكي ليش انا زيتك علامتين اوكي بحطه بكشف المادة فابليز حط اسمك طبيعي ما تحط اللي لولو وصوسو وصر ايش في حدا لسا بدي لعب معانا وما دخل على اللعبة في حدا محتاج اعطيه كمان وقت شو يا شباب بدي حدا مش شايف ايش اسمو على الشاشة في حدا لسا بتدي لعب واسمو مش موجود معانا اه انا لعنا دكتور اه دكتور يلا دخلت مش عارف علا جندي شوية صوت عادي خدوا كمان شوية وقت في ناس عم يدخلوا بعدين عم يرجعوا بيطلع معهم شكلوا عندهم مشاكل بالانترنت شو ابدا جاهزين ولا في حدا ستلنيد ستاين ضايب ما انو مش عم تردو معناتو جاهزين يلا نبلش انا رح انا بسوي ريكوننكت اه اه بيرنت لانت عندك ضعيف حاول تقرب عالراوتر او شي اهيو اهيو اهي طلع الاسم طيب في ستلح ده بدو استنى ولا خلاص اموركم تمام اهه اكسلنت صرنا اولموست 20 رح تكون good competition اقرأوا السؤال منيح لكن جاوبوا بسرعة لانو على الاجابات الصحيحة وعلى السرعة بيعطي علامات اوكي واللي بيجاوب عدة اجابات صح ورا بعض بياخد strike زي البولين كمان اقرأوا السؤال منيح لكن جاوبوا بسرعة اوكي يلا صرنا 21 خلينا نبلش وجف the following is not a step in the accounting process احمر identification ازرع communication اصفر recording اخضر duplication ايو واحدة من هدول not a step مش activity بالaccounting process ايو واحدة choose the color اكسلنت الاغلبية جاوبوا صح فعليا الaccounting process فيها three steps او three activities identification زي ما كنا نعمل قبل شوي انو نعمل analysis بعدين recording زي رغم ما راح نتعلم بchapter 2 بعدين communicating من خلال الفينانشال report كم سؤال لازم اجابوا صح الـ duplication يا شباب طبعا هاي انا من عندي حاطط ها فيش اش اسمه duplication ويجب ان اجابوا الـ تابوني كم سؤال لازم اتجاوبي صح ممكن انو كلكم اتجاوبوا صح وستل في top 5 على سرعة الاجابة مش الموضوع قديش انت جاوبت صح موضوع قديش انت جمعت علامات بناء على اجاباتك وسرعتك بالاجابة الصح بعدين اتجاوبت اول سؤال اه ما هو بكون في حدا جاوب صح وجاوب اسرع منك اذا انت مش top 1 مثلا او top 5 اوكي دكتور انا طلعت بالغلط ما بارف كيش انا مشكلة مش سامعتكم منيح لانو واطي ايش صار معاك طلعت طلع بالغلط طب ردي حط البن كود وفوتي مرة تانية بس رح تكون فرصك يعني اقل من زملائك اكسلنت يا نديم top 1 great وعيسى واسماعيل وزيد اكسلنت هدول هم top 5 عنا طبعا الريزلت ممكن يتغيروا هلأ البن كود انا مش ظاهر عندي رح يظهر هلأ يمكن بالnext لما اعمل next question اوكي با اكسلنت للتوب 5 لكن لاحظوا النتائج مش بعيدة عن بعض ممكن هلأ تتغير النتائج اوكي يلا جاهزين للnext question true false managerial accounting is the area of accounting that provide report to decision making internal users true or false ازرق true واحمر false هاي البن كود البن كود 13670 اكسلنت احنا حكينا ان managerial accounting provide information for internal users بالمقابل financial accounting provide information for external users اكسلنت الاغلبية جاوبوا صح اوكي طبعا اذا كلكم بتجاوبوا هو قريدي بوقف قبل الوقت اكسلنت نشوف شو صار معنا شايفين كيف النتائج تتغير اسماعيل صار الفيرست عيسى الحمود نديم زيد وزينة اكسلنت طبعا يلا بدنا تغلبوهم اللي مش جايبين بالتوب 5 بكل سهولة هلأ بالمحاضرة اللي قبليكم كان في يعني انا حزنت صراحة كان في طالبة الفيرست لثلاث أسئلة لكن بآخر سؤال طلعت من كل التوب 5 فممكن النتيجة تتغير بأسهل اشي اوكي يلا next question external users of accounting information include all of the following except مين من هدول مش external user أحمر شيرهولدر أزرق purchasing manager أصفر كستمر أخضر government regulators مين من هدول مش external user excellent بس كنت بدي يكون اكتر مجاوبين صاحب احنا اتفقنا انه اي موظف جوه الشركة يعتبر internal user بما فيها purchasing manager HR manager marketing manager اي موظف بالشركة رح يكون internal user اوكي excellent يا شباب اجاباتكم ممتازة للان نديم رجع بالمقدم excellent يا نديم عيسى الحمود ديالا دخلت معنا ونتالي دخلت معنا وهودا البكري دخلت معنا جديد ملاحظين كيف الأسماء عم تتغير يلا next question the assumption that requires every business to be accounted separately from other entity بما فيهم owners شو اسمه أحمر time period assumption أزرق going concern أصفر business entity assumption أخضر cost principle شو اسمه هذا الassumption اللي أنا ركزت عليه كتير وضربت عليه مثال مكتبة أبو شنب إذا بتتذكروا عزم أصحابه على الغدا وإلى آخره excellent برضو الأغلبية جاوبوا صح ال business entity assumption أنا بسجل حسابات كل شركة بشكل منفصل عن حسابات الشركات الثانية وعن حسابات ال owners تابعونا excellent يا شباب لنشوف شو صار معنا بال result excellent يا نديم بالمقدمة 4185 يولقيت البونس أبيرانتي after all وثنين مش واحد يلا يا نديم دير بالك ع آخر سؤال عيسى excellent يا عيسى still number two ناتالي سند دخل معنا جديد وإسماعيل رجع معنا excellent يا شباب يلا ركزوا كتير منيح بآخر سؤال متعلق بالstandards بالprinciples بمين بيصدر الstandards والprinciples يلا ركزوا بآخر سؤال true or false ال International Accounting Standard Board هو اللي بيصدر ال US GAP صح ولا غلط أزرق صح أحمر غلط يلا آخر سؤال آخر سؤال نديم إذا بتبطل number one رح أموتك أو أنت رح تتموتني مش عارك excellent false فعليا اللي بيصدر number one إن شاء الله دكتورة excellent يا نديم أوكي great اللي بيصدر ال International Accounting Standard Board sorry ال International Accounting Standard Board بيصدر ال IFRS اللي بيصدر ال US GAP اللي هو ال FASP ال Board اللي اسمه FASP إذا بتتذكر excellent يا شباب good job يلا خلينا نشوف مين عنا نديم excellent يا نديم سند وادي excellent يا سند مين number one نتالي صارت number one excellent يا نتالي خلينا نشوف الرزلط عندي اسماعيل وعيسى number four و five excellent يا شباب good job إجاباتكم كانت ممتازة excellent وطبعا اللي ما جاء وبوه طبعا أنا أكتر من مرة رح ألعبكم at least كمان مرة اللي ما فاز هاي المرة إن شاء الله بفوز المرة الجاي excellent إجاباتكم كل كانت ربتيك صورة اللي أول خمسة أخذوا علامتين بلا yes top five رح ياخدوا بونس علامتين رح أضيفها على semester word نتالي excellent يا نتالي كل إجاباتك صح نتالي excellent الباقيين كل واحد عنده إجابة غلط لكن still جاوبوا أسرع من الناس اللي برضو مجاوبين أربع إجابات صح أنا في عندي نتالي excellent أنت مجاوبة كل شي صح يا نتالي وفي عندي سند ونديم وسماعيل وعيسى هدول الباقيين برضو excellent يا شباب يعني أنتو مجاوبين برضو بنسبة كبيرة صحيح excellent يا شباب يعطيكم ألف عابية هارد لك للي ما فازوا هاي المرة بس ما تزعلوا في فرص تانية إن شاء الله يا أطيك العفل أحكيني قابل لي بوقت أنو أحكيني قابل اليوم إنو نلعب كيف ما أنا مصلي يومين بحكي لكم إنو نلعب أنت شكلك مش عم تحضر المحاضرة أنا شأنو محاضرتين بحكي إنو مننلعب بس أنا كنت قايلة قبل مبارح إنو بنا نلعب ومبارح ما لحقنا جيت حكيت لكم إنو بنأجلها لليوم فأنا صلي محاضرتين بحكي إنو مننلعب سوري أنا ما كنت أحضر ما هو واضح فأنا حكيت أوردي أنا بس في شعبة كنت ناسي أخبرهم بعت لهم إيميل بس أنا أصلا ما بحب أبعت إيميل بهذا الحكي عشان تكون أدبانتج للناس اللي بتحضر أنا حكيت أنا ما بحضر أنا بحضر بس أنا كان عني الظرف ببعث آآ مو مشكلة بس أنا أصدي أنا حكيت من أول الفصل أنا ما بأخد حضور غياب ويمكن ما في حرمان بالصيفي لكن اللي بيحضر معي رح يستفيد بنواحي ثاني فأنا عشان هيك بحب أخبركم بالمحاضرة عشان تكون أدبانتج للناس اللي بتحضر وإذا ملاحظين الناس اللي بتجاوب هي كانت برضو بالطليعة بس مش عارفة يمكن في لكم زميل عادة أنو بيحضر معنا واليوم غايب على الحظ يعطيكم ألف عافية جيد جاب يا شباب ومبروك البونس علامتين سي يو نكست لكتشر تمورو إن شاء الله يعطيكم ألف عافية الله يعافيك يا شكرا دكتورة أهلا يعطيك العافية الدكتورة الله يعافيك يا رب شكرا شكرا